اشتركوا في القناة الوزارة نفت هذا الكلام وقالت ان ما تدوله احمى منصور على الجزيرة لا اساس له من الصحة وبثت هذا الفيديو ومدته 44 ومدته الدقيقة و44 ثانية جاء فيه لقطات لعويضة كما تشاهدون وهو يدلي باعترافات خلال التحقيقات دون وجود صوت مسموع كان احمى منصور كان كتب فيه تغريدة على تويتر في 3 يناير الجاري قال فيه ان وزير داخلية الانقلاب على حد قوله التعم حسن سلامة ووسام عويضة من حماس بالضلوع في تفجير المنصورة الاول قال بان الاول فيه سجون اسرائيل اي حسن سلامة ومحكوم عليه ب30 عام سجن والثاني استشهد منذ ثلاث سنوات اللي هو يقصد عويضة في حين انكم الان تشاهدون لقطات لهذا الشخص وهو بالفعل على قيد الحياة كما تؤكد وزارة الداخلية اشتركوا في القناة